بيبدأ المسلسل في لندن سنة 1960 مع واحدة اسمها ديلفين وهي رايحة لشان تقابل ثلاث عرفات وبتسألهم عن المستقبل بتاعها وإذا كانت هتعيش مبسوطة مع جوزها مارك وهتقدر تسعده ولا لا وهم بيسألوها إذا كانت متأكدة إنها عايزة تعرف الحقيقة كاملة فبتقولهم إنها متأكدة وفعلا بيقولولها على كل حاجة بعد شوية بنشوف إن ديلفين ماتت وجوزها مارك قاعد قدام جوزتها زعلين جدا عليها ومش مصدق نفسه لكن بتيجي صاحبتها هيرمة وبتحاول إنها تخرجوا من حالة الحزن اللي هو فيها وبتقوله يخرج يسلم على أصدقائهم اللي جايين يعزوه وبتعدي سنة من وقتها وبنشوف إن مارك وهيرمة تجوزوا وعايشين حياتهم مبسوطين وفي الوقت ده بنشوف واحدة اسمها جيسي وبيكون واضح عليها إنها مرهقة جدا وشكلها شاحب وبين عليها أثار المرض لكنها بتؤمن على السرير وبتكتب مجموعة أسماء في ورقة بالرغم إنها بتكون تعبانة جدا ومش قادرة حتى تمسك القلم ومن الناحية التانية بنشوف بنت بتشتغل في مالها ليلي اسمها تومسينة وهي بتقول لصحبتها إنها هتروح تقابل حبيبها الجديد وهيقضوا اليوم عندها في البيت وبتخرج فعلا علشان تقابل حبيبها ده اللي بنشوف إنه يبقى مارك وبيروحوا يقضوا عندها ليوم في البيت وقتاني يوم الصبح بيقوم مارك من النوم وبيروح علشان يحط كاس في الحوض وبيتفاجئ إن فيه فار ميت فبينادي على تومسينة علشان يقول لها إن فيه فار ميت عندها في الحوض لكنها مش بترد عليه وده بيخليه يقلق وبيروح وبيحاول يصحيها لكنها برضو مش بترد عليه وبيكون واضح إن شكلها شاحب جدا وإنها ماتت وإساعتها بيروح مارك وبيمسح البصمات بتاعته من على الكبيات والأطباق وأي حاجة لمسها في البيت وبعدها بيمشي وبعد شوية بنشوفه لما بيرجع البيت وبيشيل الهدوم بتاعته اللي كان لابسها مع تومسينة وبيرميها في صندوق القمامة ومراته هرمة بتشوفه وبتسأله بتعمل إيه فبيقول لها إنه خبط قطة وهو سايق بالعربية ونزل شالها من على الأرض وهدوم وجيه عليها دم علشان كده بيتخلص من الهدوم دي وبيعرفها إنه مفيش حاجة تقلق ومن الناحية التانية بنشوف في مستشفى إن الدكاترة بيشرحوا جس جيسي اللي لقوها ميتة في الشارع من غير ما يكون فيه أثار لاعتداء أو جريمة قتل والوفاة شكلها المبدئي بيقول إنها وفاة طبيعية مفيش فيها أي شبهة جنائية لكن اللي بيلفت انتباه الدكتور والمحقق إنهم بيلقوا قيمة أسماء مع جيسي وبيقرروا يحتفظوا بيها وبعد شوية بنشوف مارك في البيت وهو مع هرمة والتليفون بيرن وبيكون اسم الشرطة عايزين يتكلموا معاه شوية وفعلا بيروح مارك على اسم الشرطة وهناك بيتعرفوا على المحقق ستانلي اللي مسؤول عن قضية جيسي وبيعرفوا على أسبارن وبيقولهم إنه هما الاتنين كانوا على القيمة اللي كانت في إيد جيسي لما ماتت لكن أسبارن بيكون منهار لأنه كان يعرف جيسي بحكم إن عندهم حل وهي كانت بتيجي تشتري منه حاجات علشان كده بيطلم منه المحقق ستانلي إنه يروح البيت دلوقتي علشان يهدى شوية وهو هيبعث له مرة تانية علشان يتكلمه وبيعود يتكلم مع مارك وبيسأله يعرف جيسي منين لكن مارك بيكون مصمم إنه عمره ما شاف جيسي ولا سمع عنها قبل كده وما يعرفش ليه اسمه ممكن يكون موجود على القيمة بتاعتها دي وبيطلم مارك من المحقق إنه يبص على القيمة ولما بيبص عليها بيشوف فيها اسم ديفيد أردانجلي فبيقول للمحقق إنه يعرف ديفيد معرفة شخصية وفيه صلة أرابة بينهم وعائلتهم عارفين بعض من زمان وبيعرف المحقق إنه هيتكلم مع ديفيد ويشوف ممكن يوصل معاه لإيه وساعتها بيسمح له المحقق إنه يمشي لكن بيعرفه إنه هيبعت يجيبه مرة تانية بعدها بيمشي فعلا مارك لكنه بيروح على بيت جيسي وبيدي فلوس للست اللي كانت مأجرالها البيت علشان يدخل جوه وبيفضل يفتش في الحاجات بتاعتها وبيلاقي أثار لشعرها اللي كان بيقع آخر فترة موجود في كل مكان وكمان بيشوف تذكرة من قرية اسمها ماتش ديبينج وبيفتكر إن التذكرة دي كانت مع مراته ديلفين قبل ما تموت وبيقرر يحتفظ بالتذكرة دي معاه وبعد شوية بيروح لشان يحضر حفلة وبيكون موجود فيها ديفيد وبيقوله على كل اللي حصل معاه وبيسأله عن جيسي فبيقوله ديفيد ما يهتمش بالحاجات دي لإن دي ممكن تكون واحدة نصابة وبتستغل اسم علتين كبار علشان تاخد منهم فلوس وبيطلب منه يستمتعوا بالحفلة ويسلموا على المعزيم وفعلا بيقضوا الحفلة وبيعدوا يتكلموا مع بعض عن تمسينة ومارك بيحكي له كل حاجة وبيطلب منه ما يقولش حاجة لبوبي مراته علشان هي ممكن تقول لهرمة وتحصل مشكلة كبيرة وفي نفس اليوم بالليل لما بيرجعوا البيت بيفضل مارك يحلم بتمسينة وهي بتنادي عليه وبتقوله إصحى وما بيعرفش ينام اليوم ده من الكوابيس اللي كل شوية تجيله وتاني يوم الصبح بيمزل علشان يركب عربيته وبيلاقي فيه عروسة صغيرة من القماشة العربية لكنه مش بيهتم وبيرميها على الأرض وبيمشي بعدها بيروح المكتب بتاعه وهناك بيتفاجئ بأسبورني جاي يزوره وبيكون واضح عليه أنه خايف وبيفضل يقوله أن دي القايمة اللي كانت مع جيسي ودي كل الأخبار اللي نزلت في الجرائد الفترة اللي فاتت عن حالات الوفاة ولما بيقارن بين الأسماء وبين حالات الوفاة بيكتشف أن كل الأسماء اللي في القايمة ماتت مع عادة مارك وأسبورني وديفيد ومارك بيقوله أن ده كله صدفة مش أكتر وصمم أن فيه سحر في الموضوع ده وبيقوله أن فيه قرية اسمها ماتش ديبنج موجود فيها ثلاث ساحرات عندهم قدرات مش طبيعية وهم جايين علشان يخلصوا علينا وبيوريله العروسة القماشي اللي جات له الصبح ولما مارك بيشوفها بيتصدم لأن دي نفس العروسة اللي لقاها على عربيته وأسبورني بيفضل يقوله طالما بعتولك العروسة دي يبقوا نوين يقتلونا لكن مارك بيقوله أنه مش بيصدق في التخريف دي وبيتردوا برا وبعد شوية بنشوف هيرما وهي بتفتش في صندوق القمامة وبتشوف البدلة اللي كان مارك لابسها وقال لها أنه خبط قطة والبدلة بوزت وبتكتشف أنه مفيش عليها أثار دم وده بيخليها تتخانق معاه وبتتهمه أنه بيخونها لكن مارك بيقولها أنه مش بيخونها ومش بيعمل أي حاجة غلط وبيطلب منها أنهم يخرجوا مع بعض يغيروا جو علشان يهدوا هما الاتنين وفعلا بتوافق وبيقرر مارك أنهم يخرجوا في قرية ماتش ديبنج وهناك لما بيوصلوا بيكون فيه كارنفال في الشارع والناس مسكين في يديهم العرايس الأماش اللي جاتلوا بس بحجم كبير جدا وبيكونوا ماشيين لابسين ماسكات على وشهم زي ما يكونوا بيعملوا طقوس وده بيخلي مارك مندمج معاهم وبيفضل ماشي علشان يتفرج وبيكون من ضمن الاحتفالات دي أنهم بيختاروا شخص يقطع راس العروسة الكبيرة وبيختاروا شخص اسمه أسكر وأول ما مارك بيشوفه بيقول لنفسه هو ده وبيفضل ماشي وراه بعد ما الاحتفال بيخلص لكنه بيقرر يسيبه ويمشي بعدها بيروح مارك يقابل الثلاث سحرات اللي في القارية وبيقولوله أنهم ممكن يعرفوه المستقبل ويعرفوه إيه اللي هيحصله لكنه بيقولهم أنه مش بيصدق غير في العلم وأنهم مش هيقدروا يضحكوا عليه لكنهم بيفضروا يقولوله أن فيه حاجات كتير قدامه هو مش شايفها ولا يعرفها وفيه حاجات أكتر حصلت قبل كده وهو ما يعرفش عنها حاجة لكن كلامهم ده بيخليه يتدايق وبيقرر أنه ياخد هرمة ويمشو هما الاتنين ولما بيكون في البيت بيجيلوا تريفون من المحقق السلي أنهم لقوا جثة السيدة أردينجلي عم ديفيد النهاردة فبيروح بسرعة يبص عليها في المشرحة لأن ديفيد كان مسافر فرنسا في الوقت ده علشان شغله وبيلاقي نفس العروسة العربية بتاعته مرة تانية لكن المرة دي بيقلق وبيبدأ يفكر وبعد شوية بيوصل على المشرحة وبيكون متدايق جدا لأن لي زكريات معاها لما كان صغير وبيقول المحقق السلي أن أكيد ديفيد لما يرجع هيكون زعلان جدا على عمته لأن هي المربياة ولما بيخلص بيروح يقابل أسبارن وبيفضل يقوله أنه شكله هيصدق الخرافات اللي بيقولها له لأنه بدأ يقتنع أن اللي بيحصل دامش طبيعي بيكون فرحان أن أخيرا مارك اقتنع بوجهة نظره وإصدق أن الثلاث سحيرات اللي كانوا في القرية هم السبب في كل اللي بيحصل لهم ده وبيقوله أن جيسي كانت بتروح تحضر جلسات تحضير أرواح وهناك كانت بتحصل حاجات كتير غريبة وده اللي خليها ملعونة والصحراء خلصوا عليها وساعتها بيقوم مارك وبيروح على قرية ماتش ديبنج بنفسه علشان يتأكد من كل حاجة وهناك بيقابل أسكر اللي شافه لما كان في الاحتفالات وبيقوله أنه لقى اسمه ورقم تليفونه مكتوب على تذكرة كانت مع مراته في البيت وساعتها بيقوله أسكر أنه قابل مراته هنا وكانت حاجة أوتوبيس لكنها فوتته علشان كده هو تبرع وقرر يوصلها محطة القطر وإديها رقمه واسمه علشان لو حصلها أي مشكلة تبقى تكلمه وبيعرفوا أنها مشهد متضايقة وده اللي خليها مش مركزة في المواعيد بتاعتها ولما بيسألوا عن السبب اللي خليها متضايقة بيقوله أسكر أنها عرفت من العرفات أن جوازها مش هيدوم وأن جوزها هيتجاوز واحدة تانية ففصل الخريف اللي جاي وقسعتها بيقول مارك أنه فعلا دلوقتي متجاوز واحدة تانية وده بيخليه يبدأ يفكر في كلام أسبرن وأن العرفات دول وراهم حاجة مش طبعية علشان كده بيتسحب وبيروح علشان يرقبهم من بعيد لكنهم بيحسوا به فبيقرر أنه يمشي قبل ما حد فيهم يشوفه وإساعتها بيركب العربية وبيتفاجئ أن شعره بيقع هو كمان وبيعرف أنه قرى بيموت بعدها بنشوف مارك لما بيروح يقابل واحدة من قرايب تماسينة وهي السيدة تاكرتون اللي تبقى امراض باباها وبيقول لها أنه عارف أن تماسينة كانت هي الوريسة الوحيدة لباباها وكانت هتاخد كل حاجة وبيتهمها أنها ممكن تكون هي اللي خلصت عليها علشان تاخد هي الفلوس لكن السيدة تاكرتون بتتدايق وبتطلب منه يخرج برة وما يجيش هنا تاني وبتقوله أن ده اتهام خطير لسيدة مجتمع وهي ممكن تبلغ عنه الشرطة لكن مارك بيمشي وهو عمال يقول لها أنه مصمم أنها استخدمت السحر أو استخدمت أي حيلة تانية علشان تخلص على تماسينة بعدها بيروح يركب العربية بتاعته وبيجيله أسبرن وبيفضل يقوله أنه لازم يصدقوا ولازم هم اللي اتنين يتعاونوا مع بعض علشان يخرجوا من الموقف ده لكن مارك بيطلب منه يمشي دلوقتي لأنه مش قادر يتكلم مع حد بعدها بيرجع البيت وبيطلب من هيرما أنها تيجي معاه عزة سيدة أردينجلي وهناك بيكون ديفيد وصل وبيكون واضح عليه أنه زعلان لما بيعرف أن عميته ماتت لكن الغريب أنهم بيلاقوا الثلاث ساحرات بيظهروا في العزة لكن من بعيد من غير ما يتكلموا مع حد وبعد شوية بيروح ديفيد وبوبي يعودوا مع مارك وهيرما في البيت وهناك بيطلب مارك من ديفيد أنه ييجي معاه يتكلمه شوية لحد ما هيرما تحضر الأكل وفعلا بينزله يتكلمه مع بعض في القبو وهناك بيقول مارك لديفيد أن شكله مش زعلان على عميته زي ما هو كان متوقع مع أن الطبيعي أنه يكون في قيمة الحزن وبيبدأ يشك أن ديفيد هو اللي قتلها وديفيد في الأول بيحاول ينكر وبيقوله أن مفيش عنده سبب يقتلها علشانه فبيقوله مارك كفاية قوي أنها كانت منع عنك الورث بتاعك لحد دلوقتي ومش عايزة تديلك نصيبك من مراس باباك وساعتها بيضايق ديفيد وبيقوله دي كانت بتوزع فلوسي على الجمعيات الخيرية وهي شايفيني قدامها محتاج فلوس وبستلف من الناس علشان كده كان لازم أخلص عليها واخد حقي فبيسأله مارك عملت كده إزاي وإزاي قدرت تقتلها من غير ما يبان عليها فبيقوله ديفيد أن الموضوع سهل جدا كل اللي أنا عملته أني رحت قارية ماتش ديبينج وديت التلات ساحيرات اسمها عمتي وعنوانها وبعد شوية ماتت من غير ما يبان عليها أي أثر قتل أو جريمة أو أي حاجة تانية وبيقوله أن الساحيرات بيعرفوا يستخدموا السحر الأسود بتاعهم كويس وبيقتلوا مقابل الفلوس وبيقوله لو في حد مدايقك وعايز تخلص عليه ممكن تروح تدفع لهم وتديهم اسمه وهو هيموت من غير ما يتعذب لكن مارك طبعا بيفضل يزعق له وبيقوله أنه ما عندوش قلب بعدها بيرجع مارك على البيت وبيتخانق مع امراته هيرمة وبنعرف أن اللي اتنين حياتهم اتدمرت من بعد الموقف بتاع البدلة اللي هيرمة لقيتها في صندوق القمامة ومن ساعتها وهي بتشك أن مارك بيخونها وفي اليوم ده لما بينام مارك بيحلم بكوابيس وأن في عروسة من القماش بتهجم عليه في البيت وبيفضل يصرخ لحد ما بيصحى من النوم ولما بينزل علشان يركب العربية بتاعته بيلاقي عروسة تانية على كرس العربية لكن كلها دم وده بيخليه خاف جدا فبياخدها وبيروح يزور أسبرن وبيقوله أنه شاكك أن هيرمة نفسها هي اللي بتعمل فيه كده لأنها عارفة أنه مش بيحبها وأنه كان بيحب ديلفن وتجوزها هي علشان يملى الفراغ اللي سابته ديلفن لما ماتت وأسبرن بيقوله أنها ممكن تكون بتستخدم الصحرة علشان كده أنت لازم تخلي بالك لأن الأعراض اللي عندك دي بتحصل عندي أنا كمان وبيعرفه أنه هو كمان بيشوف كوابيس بالليل ومش عارف ينام وحاسس بالخطر حواليه من كل اتجاه وبعد شوية بنشوف مارك لما بيقرر يروح عند السحرات وبيطلوا منهم أنهم يساعدوا ويقولولوا يعمل إيه وفي الأول بيكونوا رفضين يساعدوا بسبب أنه قال عليهم قبل كده أنهم مش عوزين وبيعملوا خدع علشان يتحكوا عن ناس وخلاص لكن المراضي بيفضل مارك يتحيل عليهم وبيقولهم أن حياته اتدمرت ومش عارف يعمل إيه وما بقاش عارف ينام وساعتها بيقرروا أنهم يساعدوا وبيخلوه يشوف اللي حصل يوم ديلفن ماتت ديلفن وهي مع مارك وكانت بتتكلم معاه وهي بتاخد شاور ومارك بيتكلم معاها وبيسألها على الرحلة بتاعتها وإذا كانت اتبسطت فيها ولا لأ وديلفن بتفضل تحكيله أنها كانت رحلة جميلة واستمتعت بيها لكن وهو بيتكلم معاها بياخد باله من تذكرة مكتوب عليها أوسكر وعليها رقم تليفون ولما بيسألها مين ده بتقوله أن ده شخص تعرفت عليه في قرية ماتش ديبنج لكنها بتفضل تقوله أن الموضوع مش زي ما هو فاهم لكن مارك في الوقت ده بيكون متعصب جدا وبيفضل يزعق معاها وهي بتحاول تشرح له أنه مش فاهم هي كتب اسمه ورقمه ليه لكن مارك بيفضل يقول عليها خينة لحد ما بيتعصب وبيضرب الراديو بإيده بالغلط وبيقع في المية وساعتها البنيو بيتكهرب وبيخلص عليها وبنعرف أن مارك هو اللي قتلها لكنها كانت حدثة وما كانش يقصد وبيفضل ينادي عليها وبيكون زعلان جدا لكنه بيخاف بعد اللي حصل وبينزل الشارع وبالصدفة بيقابل هيرمة اللي بتقوله أنها كانت جاية لديلفن فبيقول لها أن ديلفن بتاخد شاور وهو رايح يجيب طلبات من برة وبيطلب منها تيجي معاه ولما بيرجعوا هم اللي اتنين بيجري على الحمام قدام هيرمة وبيعمل نفسه مصدوم علشان يباني أنه ما يعرفش حاجة عن اللي حصل وأنه تفاجئ وبكده يكون ضمن دليل برقته وبعد ما بيخلص كل الزكريات بيقوم والسحيرات بيقولوله يروح البيت دلوقتي وهيلائي نفسه بقى أحسن من الأول وفعلا بيرجع البيت وأول ما بيوصل بيتفاجئ أن هيرمة وقع على الأرض ومغم عليها فبياخدها بسرعة وبيروح بيها على المستشفى وهناك بيتصدم لما بيلاقي المحاقق ستالي هو كمان داخل المستشفى وبين الحياة والموت وبيروحها لشان يطمن على هيرمة لكن الدكتور بيقوله أنها في غايبوبة ومحدش عارف ممكن تفوق إمتى؟ وساعتها بيمشي مارك وبيقرر أنه هيروح يصهر في مكان علشان ينسى كل اللي حصل ده ويحاول أنه يفوق شوية لكن هناك بيفضل يفتكر كل اللي حصل وبيفتكر كلام أسبرن وبيفتكر الفار اللي لقاه في مطبخ طمسينة وبيروح على طول على المغزن بتاع أسبرن بعدما بيحس أنه متورط في حاجة لأنه شاف سم فرين هناك قبل كده لما كان قاعد عنده وبيحاول أنه يفتش ويدور على أي حاجة لها علاقة باللي بيحصل لحد ما بيظهر أسبرن نفسه وبيقوله أنا كنت عارف أنك هتوصل لهنا وكنت مراهن على زكائك من الأول وبيفضل يحكيله على اللي حصل بالتفصيل وأنه هو اللي وراء كل حاجة وبيحكيله أنه هو وجيسي كانوا بيشتغلوا مع بعض وجيسي كانت بتروح للساحيرات التلاتة علشان تقرأ الكف وتعرف حاجات عن المستقبل بتاعها وطبعا الساحيرات ما كانوش بيقولوا حاجة عن المستقبل ولا أي حاجة من الكلام ده لكن المفيد بالنسبة لها أنها كانت بتقابل هناك شخصيات كتير وبتعرف أسرارهم زي مثلا ديلفين مراتك والسيدة تاكرتون مرات بابا توماسينة وبدأت جيسي تجمع معلومات عن كل واحدة من الستات اللي بيروحوا للساحيرات التلاتة وكانت بتيجي تحكي الأسبرن كل حاجة وده خلاه يبدأ يفكر أنه يستغل الموضوع ده لصالحه وقدر يستخدم مركب كيميائي اسمه إثاليوم وده ملوش طعم ولا ريحة والأعراض بتاعته بتظهر بعد فترة على الشخص وبيبان أنه مات موتة طبيعية وبقى هو اللي بيعمل العرايس ويحطها عند الضحايا وخلى جيسي تكتب القايمة دي بالأسماء اللي قالها عليها والأسماء دي جابها من قايمة الوفيات اللي بتنزل عادي في الجرايد علشان يكون الموضوع متصدق أن فعلا كل اللي في القايمة دول ماتوا معادة كمواحد بس وأن هما اللي عليهم الدور فيبتدوا يخافوا وبدأ أسبرن يقتل الناس ويوهمهم أن السحرات اللي بيعملوا كده وأن فيه سحر اسود في الموضوع لكن الحقيقة هو كان بيقتلهم لأن كان كلهم يستحقوا يموتوا علشان بيعملوا زنوب ومعاصي كتير وبيعرفوا أنه ما كانش هيخلص على جيسي لأنها كانت أصلا بتساعدوا بس جيسي في الفترة الأخيرة اشتغلت في الأعمال المنافية للأداب وتومسينة اشتغلت زيها وبيقولوا أن السيدة أردنجلي كانت بيطلع في الوسل الجماعيات الخيرية وأنا شغال عامل في الحديقة عندها وعمرها مفكرت تديني فلوس وهي كانت بتعمل كده علشان الشهرة مش أكتر وبيفضل أسبرن يقول لمارك أنه يستحق يموت وأنه شخص سيء لحد ما مارك بيتعصب وبيضربه بعصايا حديد كانت في إيده وبيخلص عليه وبيحرق المكان وبيمشي وفي الوقت ده بنشوف هرمة في المستشفى لما بتفوق وبيكون عندها في القوضة الثلاث سحرات وبنعرف أنها متفق معاهم وبتسألهم هيعملوا إيه مع مارك الفترة اللي جاية وبنشوف أن مارك لسه راجع البيت وبيشوف في جريدة خبر وفاة شخص ولما بيبص على الخبر ده بيلاقي أنها صورته وأن الخبر عنه هو لكنه بيكون مش مصدق ومش عارف ده تفسيره إيه وهل هو بيحلم ولا في حاجة مؤثر عليه وفجأة بتظهر قدامه مراته ديلفين وهي دخلة تاخد الشوار تاني بنفس المزيكة اللي كانت بتسمعها قبل ما تموت فبيقف مكانه وهو مش عارف إيه تفسير اللي بيحصل وإذا كان بيحلم ولا اللي شايفه ده حقيقة وإنتوا كمان لو عندك تفسير اللي بيحصل ده ممكن تكتبوه في التعليقات وبكده بيكون خلص المسلسل